إذن لجنة الحوار والوساطة ومنذ تأسيسها عقدت اجتماعات ولقاءات مع العديد من الأحزاب السياسية بالإضافة إلى شخصيات وممثلي فواعل الحراك والجمعية نتابع همها في هذه الورقة لنبيل غزالي اجتماعات متواصلة للجنة الحوار والوساطة منذ تأسيسها يوم السادس والعشرين جميلية لتباشر لقاءاتها الرسمية من السابع أوت إلى غاية اليوم مع عزاب سياسية أهمها جبهة المستقبل طلائع الحريات جيل جديد حركة البناء الوطني حزب الحرية والعدالة حزب الفجر الجديد كما اجتمعت لجنة الحوار بالعديد من الشخصيات المجاهد يوسف الخطيب قائد الولاية الرابعة المنسق العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين محند وعر هذا والتقت لجنة الحوار بالقيادية السابق للاتحاد الطلابي الحر صلاح الدين دواجي بالإضافة إلى فواعل الحرك الشعبي الذي بلغ خمسمائة فاعل من مختلف ربوع الوطن أكثر من خمس وعشرين جمعية وطنية خمسة عشر ولائية ثلاثة عشر حركة جمعية وأزيد من مئة وعشرين دكتور وأكثر من مئتي جامعي فيما رفضت بعض الأحزاب السياسية الأخرى وشخصيات المشاركة في الحوار على غرار حركة مجتمع السلم وجبهة القوى الاشتراكية التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي اعتبروه بغير الشرعي كونه مرفوضا من طرف الشعب